فضريبة الست دولار التي رفضنا دفعها سابقاً هل ممكن أن تعود وندفع أضعافها برضى المواطن؟ أسعار بضاقات تشريجي اليوم باتت هاجس للمواطن ويسعب عليهم بالتالي معرفة إذا كانت راح ترفع أسعارها أم لا ممكن توضيح مننا في الموضوع؟ أول شيء أسعد الله صباحكم وتحياتي للمتابعين وبتشكر نورفس لايف ماجازين لأنه صارت صباقة بعكورة على صعيد الألامة والتسويقية أسعار البطاقات طبعاً هي مثل كل الأزمات اللي عم يمر فيها البلد وفيه شيء اسمه حرب إشاعات ما نسمينا إحنا وفيه شيء منه صار هاجس محق عند المواطنين لأنه دائماً لما بينحك أنه ما حيرتفع للأسف بيرجع بيرتفع الشيء الإيجابي بموضوع بطاقات الشحن أو التعبئة للهواتف أنه هي مسعرة وفق السعر الصرف الرسمي وبالتالي رفع سعرها بطلب تعديل لسعر الصرف الرسمي اللي هو هلأ بعده حتى الآن 1517.5 لكن فيه أمر ممكن يشكل تكلفة إضافيه موضوع البيانات أو الفورجي المعروفة بالعمية لأنه هذه تدفع أسعاره وشبكة الألياف الضوئية بالدولار وبالتالي احتمال يرتفع أنا حسب تقديري تكلفة أسعار النات هلأ كيف تفرق هاي الأمور بتصير بالتطبيق؟ بيصير كلفة باقة الإنترنت أغلى من كلفة البطاقة اللي هي بيكون حتتولى فيها الاتصالات العودية وإيام يعني زيادة الإيام تبع البطاقات هل رح تسعر على 3300 كما قيل؟ أهلا التعديل سعر البطاقة مرتبط بصدور قرار بهذا الموضوع وهذا بيطلب مرسوم وهذا بيطلب تعديل سعر الصرف الرسمي يعني هدا طريقه القانونية تختلف هون أول شي خاصة أن القطاع هو حاليا بتديره الدولة يعني بعد ما لغوا العقود مع الشركات الخاصة القطاع تعود إدارته وملكيته حاليا للدولة اللبنانية وبالتالي تعديل سعر صرف البطاقة مرتبط بتعديل سعر الصرف الرسمي حتى الآن بما أنه ما تم تعديل سعر الصرف الرسمي ما فيه إمكانية لرفع سعر البطاقة الشحنة طيب هل عم تشهدوا احتكار من بعض المحلات لبطاقات تشريج كون المرسمع بدأتش تفى أسعاره أو هكذا؟ هل هو اللي صاير يعني دائما عند كل أزمة مثل ما كان يصير قبل بموضوع البنزين بيصير إقبال قوي على موضوع شراء البطاقات لكن هذا الأمر بننبه منه المواطنين بأمرين الأمر الأول بطاقات الشحن إلى صلاحية يعني ما فيك تخذية تخزنية لوقت غير معروف هذه أول شغلة تاني شغلة إذا تم تعديل وهذه حصلت سابقة هتتعدى البطاقة كليا وبالتالي اللي عم يخزن ما راح يستفادئ يعني شكل بطاقة بتعدل تعرفتها بتتعدل وهذه أصلا تجي سيريال نمبر يعني من أسهل ما يكون يطلبوا من المحلات أو التجار يعيدوها للشركة خلال مهلة لنقول شهر أو عشرين يوم بتعتبر غير صالحة وبالتالي هذا الأمر يعني ما نهو كتير صحي هلأ أنا اللي عنده خاف أنه ممكن ترتفع سعر البطاقة أو دخله محدود وهذا منفهمه أنا بنصح لكل يعبه مساء سنة أيام يعبه يعني وقت أطول لا يحموا حون لفترة معينة بس بالنهاية كله إله صالحية بما في الخط ما بين شحن أكتر من 12 شهر يعني لو شريت 30 كارت إذا عبيت 30 حتعبي عمليا اليوم الذي يقابل اليوم اللي إحنا عم نحكي فيه وحكما كل شي عم تعبيه بقى ما بقى إله إله ساقات هي بتصدر على شكل إنه كارتون أو كارت بشكل كارت بسبب ارتفاع سعر الصار بقونه نحن يدفعها بالدولار ممكن نشهد البطاقات تصير على شكل أوراق أو توزع بأوراق من تنتقى هذي الكروتي يعني؟ هلأ هي من زمان مثلا أنا عم تكي محل بمحلة من زمان نحن شي عنا اسمه هو مناخده عبر الوكلة مناخد يوزر مع باسفورد وفينا مطبع نحن هلأ هذا الأمر ياخد على الثقة للأماني لأنه المواطن الآن عنده هاجس بهذا الموضوع أنه هل بطاقة إذا خدت بركة معبية بركة مشحونة هيدا بيخد على الثقة فيه ناس للأسف فيه مرات عطوا بطاقات مستخدمينها ورفضوا يعترفوا عليها وهذا اللي يخلى الثقة تهتز بين المواطن وبين التاجر أما البطاقات اللي هي بتخضع يعني بتصدر عبر يوزر وباسفورد رسمي من الشركة ما فيه أي مشكلة وفيه هلأ التطبيقات الإلكترونية اللي هي فورا بتعبي الكرت بيوصل بموجة برسالة اس ام اس على التليفون وبيتشرج وهذا بيخلي المواطن ضغري بتأكد يعني خلال دقيقة أو أقل توصل رسالة على هاتفه أنه تم شحن خطه ببطاقة لنقول 22.73 أو 10.26 اللي هي الألفة والتاتش كمان شرحه نعم اليوم أرسال الألفة والأنفسي يعني خلصة ببعض مناطق عكار كتير سيئة وبعض المناطق يعني عم تشهد نعيدان كل بالأرسال كيف ممكن شو الحل له المشكلة شو أسباب له المشكلة ليش بعض المناطق والمناطق ثانية الأرسال ثانية هلأ هي الأزمة بلشت إذا منتذكر كلنا وقت بلشت أزمة المحروقات بمرحلة معينة ونتيجة الحصار اللي اتعرض لطلع الكار بموضوع ادخال المحروقات إذا منتذكر كلنا حصلت أزمة مرة كان تحصل بشركة الألفة مرة تحصل بشركة تاتش لأنه كان في صعوبة توصل المادة لأعمل تلباف اللي هي بتبس الأرسال وبتخضع يعني هي عادتها بتنشحن هلأ حاليا بسبب انقطاع الكهرباء اللي يوقع طويل بمادة الميزوت أويل هلأ حاليا التقدير فيه سببان للموضوع سبب الأول أنه ارتفاع مادة المحروقات بشكل جنوني يعني اليوم الميزوت كلنا بنعرف تجاوز 300 ألف وبالتالي هني عم يحتاجوا أنه ما بقى عم ترفي معهم لكن هذا منه عزر يعني بالنهاية أنت لما بتكوني مادة عقد أو عم تستخدمي سلعة بتنتجها شركة هي ملزمة تأمن الخدمات وهذا منه مبرر وفي نقطة تانية عادة كان نعاني منها هي مع اقتراب فصل الشتاء كلنا بنعرف نتيجة الأحوال التقص والهواء والبرق والرعد والشتي كمان كان يأثر على الإرسال لكن للأسف مثل ما قلت حضرتك فيه ثلاثة أربع مناطق من عدم كليان تحديدا أسال الألفة هلأ بمنطقة عكار العتيقة والدورة ومنطقة فنيدق وهذا غير مبرر هذا بده الصياني سريعة إذا كان السبب هو مادة الميزوت وبالتالي ملزمين هني يأمنوا وإذا كان فيه أعطال تقنية مفروض كمان تتصلح يعني هدا هو برر خاصة هاي مناطق يعني فيها كسافة سكانية وأعملت البس بتغطي منطقة كبيرة بالمحيط طبعا بعض المصادر ذكرت إنه السبب هو الكهرباء عن إطاع الكهرباء وبتجي ساعة أو ساعتان بنهار بهايدي المناطق فلهيدي السبب ما رح يكون فيه إرسال ألفة أو داتش فمن فترة حكي الرئيس عن الرئيس ميقاطي عن إنه رح يقدر يأمن كهرباء استعداده لتأمين الكهرباء اتناشر ساعة تقريبا بالنهار هلا ده الشي بيأثر بشكل إيجابي يعني هلا هو طبعا يعني تحسن ساعات التغذية حكما بتحسن حياة المواطنين كلهم بما فيه الاتصالات لكن أنا برأيي هذا دونه معوقات يعني ما لم يتم تأمين خط الغاز اللي جاي من مصر ويبلش توليد الطاقة الكهربائية باعتقد ما فيه إمكانيه لزيدة عدد ساعات التغذية الفيول أويل متل ما منعرف كلنا عم يدفع ثمنوا بالدولار سعر الكيلو وات بمؤسسة كهرباء البنان كتير متدني بعده بثمانين ليرة ووضع الناس كمان ما بيحمل يعني كمان إذا بترتفع ساعات التغذية ويرتفع سعر الكيلو وات عمليا هنرجع نقع بنفس الأزمة هيتطروا المواطنين كمان يعملوا التقنين متل عم يحصوا هلأ بساعات تغذية طبعا موالدات الاشتراكات فتحسن ساعات تغذية حكما حيحسن التغذية لكن كل هذه بعدها هلأ متل ما عم نحكي يعني هي نوع من علاجات مؤقتة إذا ما حل استم حل جزري لهذا الموضوع وتأمين الشبكة الكهربائية عمدت الباب حكما هنضل نوعا بمشكة يعني ما معقول كمان مثلا نقول بيجي البس اتماعشار ساعة طاعة لبس عن الناس وخاصة اليوم انه بحكم الاتصالات صارت اكتر من ضرورية بالحقيقة متل اي شيء منحتاجه يوميا خاصة مسلا بالنسبة للمسافرين بالنسبة للطلاب واغلب هلأ الجامعات الخاصة والرسمية الجامعة الوطنية مع الجامعات الخاصة كلها عم تعتمد التعليم من الانلاين طب كيف تقدر هلناس تتابع مسيرة التعليم حبي اني اذكر شيء انه من فترة من فترة ايجيت شركة على لبنان قدم اتعرض انه شركة لا بيتقاطش ريجي مثل الفا وتاتش قدم اتعرض ايجا سما تصيح يعني وكلفة اقل من الفا وتاتش وما انقبلت بلبنان كيفا بتي اعرف شو نظرتكم للموضوع انه ليه ما انقبلت برأيكا هو يعني معروف بس تحصل منافسة بين الشركات حكما تتحسن الخدمة وبترخص وهذا معروف مثلا يخي نقول ب اغلب الدول العربية حتى المن بعيد بتلاقي مسلا فيه ست سبع اثمين شركات بتتنافس بتقديم الباقات المجانية بتقدي بتقسيط التليفونات هذا معروف بكل دول الخليج حتى بالاردن بمصر بتاخدي على الشريحة تليفون بيزيدوا قصم من التكلفة على الخط وبتاخدي التليفون مجانا عمليا انت بكوني عم تدفعيه عبر الخدمات اللي عم تستفدي منك نحن عنا هون لأسف حالة الاحتكار الموجودة بكل قطاعات الدولة يعني من الصحة للمحروقات للاتصالات عم ترخي بيزليل على هيدا الموضوع وعم توقف عائق امام اي تحسين وهيدا بيتطلب انه بدك مراسيم تشريعية وبدك كمان السلطة تنظر بعين الرحمة للمواطنين لانه بالنهاية الشعب ما بقى يدر تحمل هيدا الضغط اللي عم يتحمله الناس بكل شي بما لقمة عايشهم باقصات المدارس بتكلفة الاتصالات بتكلفة التدفئ اللي احنا على بواب موسم شتاء وامدة توصل الناس ومدخيلة بعدها محدودة ومنطقة مثل عكار ان احنا منطقتنا بالذات حوالي 8 او 75% من اهليها هني بيعتاشوا على الراتب الوظيفة يعني اغلبهم يا بالمؤسسة العسكرية او بقطاعات الدولة وبالتربية فهذا كله عم يأثر ويزيد المشكلة وهذا مرتبط أصلا بالسياسي الاقتصادي باللبنان كلها يعني فتح الباب لشركات جديدة مطلب ضروري يعني كل الناس مثل ما قلنا بيحسن أصلا جودة الاتصالات يعني اللي عم نحكي فيها المشاكل بيخلق حالة منافسة بينما انت يكون في شركتان بالسوق اتفاق بين بعضهم او بين الوكالة مثل مصاير هلأ بيحتكر كمية البطاقات التشريج وبيخلق قلع عند الناس اللي عم نعاني منه هلأ بيرفع الأسعار عن السعر الرسمي يعني احنا هلأ عم نتسلم البطاقة بالجملة اغلى من سعر الرسمي اللي محددته الدولة اللي هو ثمانة وتلاتين الف وخمسمية واربعة وعشرين ليلة عم نستلمه اغلى وبالتالي كمان عم نضطر نبيع بسعر اغلى للناس وهذا عم يزيد الاعباء على الناس يعني كلها هذي الدورة الاقتصادية مرتبطة ببعضها وبيدي حل طبيعي مية من مية يعني حل جزري من الدولة طبيعي لانه انت ببلد القطاع عم تتولى الدولة حكما هي بدا تديره بدا توضع له خطة لتطويره وتحسينه تقليل الكلفة وما في مبرر ان احنا نقول هلأ والله ان احنا عم ندفع الميزوط على الدولار وبالتالي لازم نقطع او من غزق عمدت البس هيدا ما نوحجة يمكن تنزاد التعرفي بشكل بسيط بس نقمن خدمة افضل مع ارتفاع الاسعار بس كمان هيدا مرتبط انك تزيد يمدخول الناس يعني ما بيصير يضل روط لحد الأدنى لأجور على سعر متدني جدا وزادت كل هالأعباء الكلفة على عاطق المواطن وبالتالي ما بقى يقدر يستمر شكرا لعلكون لا والله نحنا يعني من ناشد لأهل انه نخفف ضغط ومتل ما قالنا ننتبه لهذا الموضوع موضوع تخزين بطاقات الشحن ما انه كتير منيح لانه في صلاحية للكارت يعني احنا لما بنشتري الكارت ننتبه جدا على صلاحية تعبقته وفي كتير اشخاص خزنوا كروتي نتيجة خوف من الغلاء اجوا ليعبوها لقوا صلاحية قطعت في بعض الشركات ما بتقبل تبدل الكروتي اللي قطعت صلاحيتها مثل شركة الالفا اذا قطعت صلاحية الكارت ما بيبلو الاتاتش حتى الان عم يبدلوه خلال 24 ساعة لازمين شحن وبالتالي نتبع هذا الموضوع الحل بهذا الموضوع اذا عنا خوف نزيد صلاحية الخط نعبي سنة ايام نحط دولارات بقلبه اذا عنا نحن هذا الهجس وما عنا قدرى بعدين نستمر بس كل هذه حلول مؤقتة يعني هيجي الوقت وتخلص اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة